ها هي البصرة تتصدر المشهد من جديد بعد تزايد مخيف في عدد الضحايا من المواطنين الذين لقوا حذفهم بسبب انفجار الألغام المنتشرة في المحافظة وآخر هذه الأحداث المؤلمة ستة قتلى وسبعة جرحا سقطوا جميعا بالأمس القريب جراء انفجار لغمين من المخلفات العسكرية في منطقتين رميلة وسفوان بمحافظة البصرة في مشهد يضع المسؤولين الحكوميين أمام تساؤل يتمثل بمصير المخلفات العسكرية من الألغام في العراق عموما والبصرة خصوصا مشهد مؤلم انتقد فيه ذو ضحايا للغام ما سموها الدولة الغافية والمسؤولين بالتقصير وعدم اتخاذ إجراءات تكفل تطهير الأراضي من قاتل بات يحصد أرواح المدنيين ليس هذا فحسب بل شكلت السيول والأمطار الغزيرة مشكلة أخرى تمثلت بتجريف قسم كبير من الألغام نحو المناطق المأهولة بالسكان في البصرة حيث أكدت قائم مقامية الزبير أن عددا من الضحايا يسقطون في القضاء جراء الألغام والقنابل غير المنفلقة والقنابل العنقودية مضيحة أنه بسبب السيول الناتج عن الأمطار انجرف عدد من القنابل إلى أماكن قريبة من المدينة ما يشكل خطرا دائما على الأرواح مطالبة الجهات المعنية بوضع خطة شاملة لتطهير قضاء الزبير من المخلفات الحربية وليس الاكتفاب بشركات النفط التي تكتفي بفتح المسارات النفطية لعملها أما وزارة البيئة الحالية فاعترفت بوجود كارثة تمثلت بفقدان خراءة انتشار الألغام بعد عام 2003 في وقت يؤكد المراقبون من أن الفساد الحكومي هو المعرقل الأول لفشل الخطط التي توضع من أجل معالجة الألغام في البصرة التي تعد أكثر محافظات العراق تلوثا نظرا لوجود حقول ألغام على مساحة تقدر بـ 883 مليون مترا مربع وبهذا يبقى القاتل الخفي تحت التربة يتربص بالمواطنين في البصرة لما فقدا للأرواح أو التسبب بعاهات دائمة وسط تقصير حكومي واضح في عدم معالجة هذه الأزمة ترجمة نانسي قنقر